إذن مشاهد جديدة لكتاب القسام في شرق رفح استداف عربة نمر نقلة جند وأيضا جرافة عسكرية ملاحظة أولية على هذا الفيديو زي العابدين المكان هو الأساس يعني عندما يتحدث نتنياهو عن البقاء في محور فلادلفيا هذا الأمر يحتم أن يكون هناك منطقة عازلة هذه المنطقة العازلة نتحدث عن رفح اليوم هذا الكمين وهذه الجرافة هي في شرق رفح وهي أول منطقة دخل عليها جيش الاحتلال من كرم بوسالم وبالتالي المطار وهذه منطقة تعتبر أصلا سهلة وفارغة نعود إليها مجددا اليوم عندما نتحدث عن الديناين الديناين هي العمود الفقري الهندسي لجيش الاحتلال يعني كل وحدات الجيش إن كان من مدرعات أو من مشات تواكب عادة بالديناين وهي التي تفتح الطريق هي التي تسهل الأمر أن تكون معزولة بهذا الشكل يعني المقاومة استطاعت أن تعزولها اثنين أن يصعد عليها المقاومة يضع العلم وبعدها يشعل النار فيه هذا الأمر يعني أنه مرتاح أن هذه المنطقة هي تقريبا آمنة بالنسبة له هذا يعطي رسالة أخرى أن البقاء في محور فلادلفيا أو في منطقة رفح هو مكلف جدا لجيش الاحتلال وبالتالي تعتبر هذه المنطقة بشكل عام زين العابدين هي منطقة حرب التفخيخات لأربعة أشهر ونيف في هذه المنطقة هي حرب التفخيخات حرب الكمائن وبالتالي منع أن يستقر فيها جيش الاحتلال لأنه ينوي في مكان ما ومن ضمن خطة نتنياهو أن يكون على محور فلادلفيا أماكن ثابتة تضبط الحركة بين سيناء وبين رفح وهذا الأمر لن يكون سهلا حتى ولو أتى باتفاق كبير باتفاق من الخارج أو حتى كان هناك شركة أمنية أو حتى اتفاق إقليمي هذا الفيديو ما الذي يقوله عن مزاعم جيش الاحتلال بتفكيك لواء رفح وأيضا بإغلاق الأنفاق ثم الحديث عن أربعة عشر ألف مبنى مفخخ في رفح وحدها الأمر يعني المقياس الذي يعتمده زين العابدين جيش الاحتلال هو مقياس تقليدي يعني عندما يكون لواء خارج الخدمة عندما يصاب أو يدمر أو يضعف لفترة لنسبة كبيرة خمسين أو ستين بالمئة بينما بالنسبة للمقاومة التي تقاتل بطريقة مختلفة بتكتيك مختلف هذا الأمر لا يطبق عليها النظام الذي يعتمده الجيش الاحتلال وبالتالي قد يقاتل المقاومة ورأينا شخص واحد بدل أن نرى كتيبة أو لواء أو ما شابه تبدأ المقاومة بالقتال على مستوى الحضير يعني أربعة أشخاص خمسة أشخاص أو ثمانية أشخاص وبالتالي أمر عملية دمج المقاومة وحدات المقاومة مع بعضها البعض أعطت زخما مختلف وبالتالي إذا تغير الواقع الميداني والبيئة العسكرية في غزة المقاومة تبدلت بينما جيش الاحتلال هو مضطر أن يذهب في كل مرة إلى نفس التكتيك ونفس الاستراتيجية في قطاع غزة وبالتالي عليه كل مرة أن يدفع نفس الثمن اليوم شيء مهم قاله المقاوم على الجرافة أنها رسالة لليمنيين ورسالة لمحور المقاومة وهذا الأمر يعكس ما قاله في رسالته يحيى صنوار منذ يومين ويعكس أيضا متابعة للمستجدات الصاروخ الذي أعلنت جماعة أنصار الله إطلاقه على تل لبيب وأيضا ما حدث في لبنان بالأمس هناك متابعة وهذا فيديو حديث فيما يبدو بالطبع هذا فيديو حديث أولا ثنين اليوم هناك استراتيجية مقربة مختلفة يعني رسالة يحيى الصنوار ممكن أن توضع وتحلل بطريقة مهمة جدا هو القائد السياسي اليوم وهو القائد العسكري هو الذي يربط الأهداف العسكرية بالقرارات السياسية وتحدث أنها رسالة وتحدث أن الجيش أو جيش الاحتلال يقوم بمعركة سيكولوجية وهذا الأمر لن ينطلع على المقاومة وبالتالي هذا الأمر كلما ربطت غزة بجبهات المقاومة كلما استفادت المقاومة وهذا الأمر يحتم أن تكون الحرب طويلة أن يكسب الوقت في غزة وبالتالي أن يتم استنزاب جيش الاحتلال ورفع الثمن عليه حتى ولو قرر نتنياهو صرف الأنظار عن غزة والتوجه إلى مكان آخر كما حدث اليوم في الفرقة 98 إلى شمال إسرائيل خلال الفترة الماضية خلال أسبوع أو أسبوعين لاحظنا شيء ونمط جديد من قبل جيش الاحتلال هو التصعيد الكبير وضرب عمق أكثر في جنوب لبنان وبالتالي الهدف دائما هو إما لتحضير الأرضية أو الاكتفاء بعمل عسكري جوي مع ضغط ميداني على الأرض من هنا نقل الفرقة 98 إلى شمال إسرائيل أو التحضير كما يسمى يعني أن تحضر الأرضية لعمل عسكري معين فإذا الحشد في شمال لبنان القرار بإعادة شمال إسرائيل نقل المعركة إلى جبهة لبنان الضرب في الداخل وتصعيد أساسي هل سنذهب إلى حرب شاملة وكاملة أو حرب برية حاليا أنا أستبعد هذا الأمر زي العابدين يعني نقل الفرقة 98 إلى جبهة الشمال ما الذي يعنيه لسيما أن هذه الفرقة كان لها أدوار في كل الحروب السابقة مع لبنان أصلا جبهة الشمال مؤلفة من أربعة فرق 98 ليست منها هي من القيادة الوسطى ولكن الفرقة 98 هي فرقة مظليين فيها وحدات خاصة وبالتالي هي للعملية الخاصة بالعام 2006 كانت هذه الفرقة تقاتل على محور نهارية صور وبالتالي إلى جانب الفرقة 162 ولكن لم تستطع أن تدخل حتى الفرقة 162 دخلت إلى وادي الحجير وحصلت في ذلك في تلك المنطقة ما يسمى بمزرة الدبابات يعني 12 دبابة مركافة أربعة الأحدث من أصل 22 وقتل 13 جندي إسرائيلي في هذه المرحلة اليوم حزب الله مختلف عن مرحلة 2006 إسرائيل مختلفة ولكن إسرائيل منهكة بجيش يقاتل لا يزال يقاتل في غزة ويعاني من الخسائر ولا يزال يقاتل بطريقة مختلفة في الضفة الغربية إذن الحشد هذا ما الهدف منه؟ الحشد هو دائما عملية الردع عملية التحضير يعني اليوم أنت في الأمور العسكرية يحسب للسيناريو السيء على أمل أن يحصل السيناريو الجيد إذا أرادت ذهاب إلى حرب يجب أن تكون الوحدات جاهزة وبالتالي يقول البعض أنه أعطت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل الكثير من هذه الأسلحة خاصة بعد عادة تصدير ما يسمى بالقنابل الزكية الكبيرة مكي 82 مكي 83 و 84 وهي 250 باوند 500 و 2000 باوند هذا الأمر يحضر لعملية عسكرية في مكان ما فإذا أنت تذهب إلى الجهوزية الكاملة حسابا للسيناريو السيء في حال حدث شيء قد يأتي تفجير البيجر والضغط على جبهة لبنان من خلال القصف بطريقة كبيرة جدا حتى العمق هو تحضيرا لعملية عسكرية ولكن دون هذه العملية عقبات كثيرة زين العابدين واحد هل فعلا جيش أو إسرائيل أو المجتمع الإسرائيلي جاهز لتلقي ضربات حزب الله بالعمق البنى التحتية وحتى الوحدات العسكرية وهذا يذكرنا بشاهد واحد واثنين وثلاثة الهدهد واحد واثنين وثلاثة هل فعلا جيش الاحتلال قادر عسكريا بعد أن استنفذ واستهلك في مكان ما هل الولايات المتحدة الأمريكية ستحمي العملية العسكرية وتردع وتعطي الزخيرة وهنا أهمية الزخيرة أخيرا وليس آخرا هل ستسمح إيران بأن يكون هناك استهداف لحزب الله والذي يعتبر جوهرة التاش في وحدة الصحات وفي محور المقاومة